دائما ما تسعى مصر إلى تعزيز التعاون مع كافة الدول العربية الشقيقة والعلاقات السياسية المصرية السودانية خير دليل على ذلك فرغم أنها علاقات تاريخية إلى أنها زادت قوة ومتانة في السنوات الأخيرة التفاصيل في التقرير التالي مصر دائما على علاقات الأخوة والتضامن مع السودان وأنها علاقات استراتيجية بالغة الأهمية للبلدين على كافة المستويات وهو منعكس من خلال الزيارات الرئاسية المتبادلة على فترات متقاربة فخلال المرحلة الانتقالية في السودان أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا على الموقف المصري الاستراتيجي الداعم لأمن واستقرار السودان وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في مختلف الملفات محل الاهتمام المتبادل وذلك في ظل الروابط الأزلية التي تجمع شعبي أواد النيل فيما أكد الفريق البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان مشيدا بالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان ومؤازرته للنجاح في المرحلة الانتقالية الراهنة وكذلك بالجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين هناك الكثير من الملفات والقضايا الإقليمية التي يعد تنسيق مواقف البلدين بشأنها أمرا حيويا لصالح الشعبين والأمة العربية والقارة الأفريقية والمنطقة بكاملها في مقدمتها بالطبع ملف مياه النيل والتعاون بين دول حوض النيل لصالح الجميع إضافة إلى ملف الأمن والاستقرار في حوض البحر الأحمر والقرن الأفريقي وملف التنسيق بشأن القضايا الأفريقية سواء من خلال الاتحاد الأفريقي والمنظمات القارية والإقليمية الأخرى أو من خلال التعامل مع بعض القضايا المؤثرة مثل مكافحة الإرهاب والتطرف وغيرها روابط أزلية تربط البلدين الشقيقين تؤكد العلاقات التاريخية ووحدة المصار والمصير بين شعبي أواد النيل فالسودان يمثل العمقى الاستراتيجية الجنوبية لمصر لذا فإن أمن السودان واستقراره يمثلان جزءا من الأمن القومي المصري